لحب يزور يانا يتوجه نائحة القبلة لبقية رجال تزام الهدو رجال تزام الهدو من البقية أزور سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان ونيابة عن جميع أرحامي واصدقائي وجيراني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات حي مع ميتهم صوصا من قلدنا بدعاء أو زيارة طاعة قربة لله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته لا إمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائما بالقص السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبلغا عن الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام السلام عليك يا نذير السلام السلام عليك يا منذر السلام السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبية الطاهرين الهادين المهديين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنتي وهاب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس بن عبد المطلب السلام على عمك وكفيرك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لدايه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد للسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجوب الفائزة بالسباب والفائتة عن اللحاق تسلي معارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر منتهى إلي من فضلك موقنا بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهدين وأتحمل وعن كل جاحدين أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمري واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيلي بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأدنيت الحق الذي كان عليك وأنك قد روفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزانك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمة ورسولا عن من أرسلها إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرم بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهلي بأهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة من القطاع لا ولا أماد ولا أجل صلى الله عليك وعلاه بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله ثم ابصد كفيك اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تحياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وإمتك المنتجبين وعبانك الصالحين وأن السماوات والأراضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وامينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرات وقائي الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا الذي غمستوا في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه إذ وكلت لصوني وحراسته وحفظه وحياطتي من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عن ودان سلعة ومعايب السفاح حتى رفعت بي نواظر العباد وأحييت بي ميت البلاد بأن كشفت عن نور ولادتي ظلم الأستاء وألبست حرمك بي حلل الأنوار اللهم فكما خصصته بها بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل عليك ما وفى بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل الجحور على توحيدك وقطع رحم الكفر في أعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجادة أعدائك وأوجبت له بكل أذى نسه أو كيدين حس به من الفئة التي حاولت قتله وضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرا وأخفى الزفرا وتجرع الغصة ولم يتخط ما مثل له وحيوك اللهم صل علي وعلى لبيتي صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما وآتنا من لدنك في موالاتهم فضا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو الفضل العظيم برحمتك يا رحم الراحمين وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطاهرين